خلونا استقبط صار تليفوني ونقول الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازايك يا قصة. الحمد لله تمام. اتعلم. اللي حضرتك. تمام بمب الحمد لله. اه مع حضرتك حنين? حنين كم سنة? اثنين وثلاثين. مرتبطة حنين? اه لا هو المشكلة بتاعت المعرضة مش مش مشكلتي. مشكلة اه بتحبيتي. طب ممكن توطي الراديو حنين شوية بليز. عشان نعرف نسمع بعض. اه هي حضرتك اه كانت متعرفة بحد. هي تقريبا في نفس تاني. اه بس هو كان اصغر منها بعشر سنين. اه هي اصغر منها بعشر سنين. يعني هو عنده بتين وعشر سنة. بالضبط. اه بس هي المشكلة ان اه حبيته قوية لاني كانت حياتا فاضية جدا. طبعا احلها مرفضين جدا من الارتباط. اهل هو. وفي نفس الوقت برضو اهلها رفضين. اه بس هي المشكلة ان هي بتحبه جدا جدا جدا. اه لدرجة ان هي ممكن تموت نفسها ساعة. مش حاجة اسمها لانها هي قوية. اه لا مش فكرت. اه يا اه طيب. جميل. وبعدين. اه بس فانا مش يعني انا بقول لها بلاش تكملي. لاني طبعا فيه فرق السن. اه فرق انت هتتعادي. بعد كده لما يبقى فيه فرق هو هيبقى حياته كويس. انت سمعت المكالمة اللي فاتت اللي كان عندها مشاكل عشان جوزها اكبر منها. ايو. طيب. ده بيعدي في الرجالة يعني لما يكون الراجل اكبر منك بعشر سنين ده فرق ممكن يعدي. جدا. او انما في الست طبعا لما يكون الستة اكبر منه بعشر سنين. يعني الراجل لما يكون عنده اتنين واربعين سنة على سبيل المثال يعني راجل في عز رجلته ومراته داخلة في الخمسين. تمام. هتبتدي تغير عليه وتتجنن لان اي بنت عندها تمانية وعشرين تلاتين سنة هتلعب له في دماغه البخت. هي اصلا بتتجنن عليهم بالوقت. علشان هي شايفة عائل صغير وممكن بنوط عندها سبعتاشر سنة. بالصب. يعني تشقل بكيانه. طب ايه اللي خلا ايه اللي جبرها على كده. اتعرفت عليه ازاي? اه اتعرفت عليه من عن طريق اه اه اتحاضب وفرح وكانوا مع بعض واستم بيها يعني ما كانش فيه حد بيستم بيها لانها لوحدها. ممكن احنا مع بعضينا وتحاضب وكده. اه بس اه هي حياتها مضمرة صراحة اه انها مرت بتجربة ما كانش كويسة قبل كده. وبتمر لتجربة تانية اسوأ وهي اللي مدخنة نفسها في تجربة اسوأ. طبعا كلنا واقفين معايها بس اه يعني هي تعبان عليك. لانها بتطلع من حالة لحالة. طيب. اه قولي تحت عمرك تفضل. اه اه وعندي عساب صغير جدا جدا جدا. طيب فضالي تحت عمرك. ليش عساب هو زعل من حضرتك. لأ ليه تحت عمرك تفضل. اه المرة اللي فاتت اه تقريبا او اللي قبلها لما لما حضرتك كنت في الطريق وفي واحدة قبلتك في الطريق وقلت لها في اكيد مطلوكة. لا 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 انا انا ما اصدتش. انا لو استاني بقى عايز اقولك حاجة عشان بس في ناس بتفهم غلط. انا ما اصدتش. ان هي. هقولك انا قصدي. لا لا. لا مش فاكت مطلقة. لا انا عارف ناس مطلقين كتير. مش دي الحدوتة. انا قلت دي اكيد مطلقة ليه. لان ما فيش راجل هيتحمل يقيش معاها بالتصرف اللي عميته ده. فاكيد طلقها. لان هي تصرفاتها. انتي لانت تخالي كاتها تنوت. هتنوت عشر تنفات. لا لا مش نفس النقطة. انت فاهمها بالمشالب. هقولها لك تاني. انا ما بقولش ان هي وحشة. علشان مطلقة. او مثلا تصرفة يعني. اه شيء سيء علشان الست دي مطلقة. لا انا بقول من كتر غباء الست دي اطلقت. انت فاهماني. بس مش كل مطلقة غبية. مش كل مطلقة سيئة. عايز اقولك. ومش كل متزوجة جيدة وكويسة. لا يا جماعة. البني ادم غير البني. اي واحد تفهميني غلط. لا انا مش فاهمت والله. بس انا حطيت نفسي بس ما كان. لا لا. ما كان اي واحدة مطلقة تزلمت. انتي لا. لا مش فاهمت تزلمت. انتي لو كنتي. شفتي الست دي. اطعت طريق السويس من منتهى الشمال لمنتهى اليمين. وقمت واقفة. انا معيك والله. لك تتنوتنا كلنا. بس انا عليك. ربنا اخليك. اخلييني اقول لصحبتك حاجة. مهمة جدا. اه اتمنى انا هتكون سامعاني. فرق عشر سنين ما بين الست والراجل. تحت غير فوق. يعني انتي اكبر منه بعشر سنين. دي ازمة كبيرة جدا. دايما هتحسي ان انتي ليكي اليد العليا. ان انتي ليكي حاجة بيسموها لجانب ال افر هند. ان انتي اه صاحبة الرأي. ان انتي اه اللي بتفهم احسن منه. بقولك اسمع كلامي انا كبيرة اصلا مريد بالتجارب دي. طب ما تسمعني. هتبتدي يحس ان هو مصاحب امه. فبالتالي طبعا الحياة مش هتمشي. هتبتدي تغير عليه بجنون. لانه عائل صغير. همال يطلع والدنيا حاوليه بتتنطط وتتشقلب. هو كمان هيبتدي يحس ان هو الكعب الغلط. الدنيا قدامه مفتحها. وقدامه ورد مفتح. وهو برضو. انا مش بقول ان هي وردة مقفلة انها ملأ برضو يعني بنات صغيرة. في ابتدي يلف ويدور ناحية تانية. في الحال ده هتبتدي المشاكل تتفاقم وتكبر تكبر تكبر لحد. ما تنتهي العلاقة بجرح اكبر من اللي هي كانت هتبتدي المشاكل تتفاقم